في هذا المخيم التدريبي الأول الذي يقام هنا وسط مدينة مأرب تجسيداً للاهتمام بالنساء النازحات تحاول بعضهن استغلال أيام النزوح وتحويلها إلى وقت يمكن الاستفادة من اكتساب مزيد من الخبرات والمهارات في مجالة عدة هو الطموح الذي يدفع بهذه النساء للمشاركة والانخراط في الحضور كتلبية للأهمية التي تمنحها السلطة المحلية للأسر القادمة إلى المحافظة أنا اليوم سعيد وأنا أشاهد إدارة المخيم وهي تحمل على عاتقها التخفيف من معاناة الانتقال من مكان إلى مكان آخر الناس اليوم بحاجة ماسة وكبيرة جداً لمثل هذه الأنشطة يتضمن المخيم العديد من الأنشطة والدورات أهمها الخياطة والتطريز وفن تسويق المنتجات بالإضافة إلى دورات في التنبية البشرية والإسعافات الأولية ومهارات الحديث والإلقاء في مدرسة محمد هائل أقيم هذا المخيم باعتبار المدارس بيئة مواتية لهكذا أنشطة في فترة الإجازة النصفية حيث يحاول القائمون على هذا المخيم التخفيف من قربة النزوح والعمل على تطويع الأفكار للنازحات بهدف توظيف طاقتهن بما يعود عليهن بالفائدة خليل الطويل كانت بالقيس مأرب